لا تفتأ الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة وإيران أن تهدأ حتى تشتعل من جديد فقد شهدت الساعات الماضية تحذيرات متبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني وصلت إلى حد التهديد والوعيد في البداية اتهم ترامب إيران بأنها تلعب بالنار وذلك تعليقا على تجاوزها حد مخزون احتياطات اليورانيوم منخفض التخصيب أكثر من 300 كيلو جرام وهو السقف المسموح به في الاتفاق النووي ليرد روحاني بالقول إن الولايات المتحدة هي التي بدأت اللعب بالنار في المنطقة منذ عام مهددا في الوقت نفسه بتخصيب اليورانيوم وإعادة مفاعل آراك النووي إلى سابق عمله إذا لم تعود واشنطن للاتفاق النووي لكن ترامب عاد ليمارس هوايته المحببة معلقا على تصريحات روحاني بالقول إن التهديدات الإيرانية لتلدغهم كما لم يلدغ أي شخص من قبل وهذه هي المرة الثانية في أسبوع التي تعلن فيها طهران عن إجراء من شأنه أن يقوض الاتفاق النووي خطوة يراها مراقبون أنها تستهدف زيادة الضغط على القوى الأوروبية والصين وروسيا لتعويض إيران عن تأثير العقوبات الأمريكية الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق اكتفت بالتعبير عن شعورها بقلق بالغ من انتهاك طهران الواضح للاتفاق والتأكيد على السعي لسحب الخصمين من على حافة الصراع العسكري الذي قد يجر منطقة الشرق الأوسط إلى حرب واسعة تهدد الأمن العالمي ومصادر الطاقة صحيفة واشنطن بوست تؤكد أن الإدارة الأمريكية وعلى الرغم من تراجع ترامب الشهر الماضي عن ضرب إيران ردا على إسقاطها طائرة مسيرة للجيش الأمريكي فإنها تبحث مختلف الخيارات المتوفرة لديها لشرعانة هجوم عسكري محتمل على إيران في المستقبل دون تفويض من الكونغرس عبر استغلال التفويض باستخدام القوة العسكرية الذي منحه الكونغرس للرئيس الأمريكي بوش الإبن عام 2001 في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر خيار يبدو مرفوضا داخل الأوساط السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة وهو ما يفسر تضارب تصريحة ترامب تجاه إيران بين الوعيد الشديد أحيانا والتهديئة في أحيان أخرى ليبقى الشد والجذب بين الطرفين خيارا مفضلا في منطقة يراد لها أن تظل غير مستقرة لكن ليس بحرب شاملة توقف إمدادات الطاقة للدول المهيمنة على الاقتصاد العالمي